شاركت مهرجانات خارج العراق؟ مهرجانات طلعنا دبي صار مهرجان الوين بليون سمت دعو صناق محتوى طلعنا منها طيارة كنا صناق محتوى طيارة كلها عراقين وصناق محتوى كل شي صار في شي حلو هناك هذا أعظم حدث شاركت بيه بحياتي لأن كل الناس اللي تحبهم وانت مثلت العراق هناك ودعوات خاصة ما تجيه واحد فراحت اجقيت شنتو من العراق؟ خير من الله فاد أربعين خمسين واحد ما شاء الله حقيقة نفرح من نسمع هيتش أرقام مهمة لأنه باعتبار أنه بالفترة السابقة كان أكو تراجع بالمحتوى العراقي صح؟ يتطور ويا الوقت يتطور يتطور أكثر بعد ماذا قد راضي علي هسه؟ خلي نقول 50-50 يعني نقول سابقاً كان أكو محتوى نسمي هابط محتوى ما لا معنى محتوى ممكن يأذي أو يسمم عقول المراهقين هو مو محتوى مدروس مجرد جاب الفيديو شو مرة ما يعرف تبعاته بس حتى هذا المحتوى اللي هو ما لا قيمة وهي الوقت دا يندثر دا يروح لأن صانع المحتوى اللي دا يصعد دا يقدم قيمة الطرف الثاني من قد ما دا يستحي من نفسه أو يشوف تشي مختلف دا يفيد الناس هو لو يتعلم يتأثر بي يتحسن لو ينسحب مستوى المحتوى في تحسن يعني 50-50 وده تصعد إن شاء الله يعني يصير ستين وسبعين بالمئة إن شاء الله إن شاء الله إذا جئنا على الجانب الآخر البدايات من كان الدعم الحقيقي لك ومن كان عرابك إذا أريد أحدد نقطة بداية أقول هاي السنة يعني أنا بديت والنمو مالي القوي كلش داع شون داع السنة منقطعة داع السنة منقطعة ما استمرت هاي متعتبار يعني هاي مو بداية فعلية مو بداية فعلية ولا كان أكو داعم يعني ما أحد بحالك إيه وكي روح صور بالشارع منه بحالك وناس بالعكس تتحبطك ما تثبتك ولا تخليك إنه تستمر ماكو كلمة تشجيعية فأنت إلك نفسك هاي السنة تحديداً كان صديق عيسى أحمد ومناقب أول بول تحياتنا لك يكون أحمد ضيوفي بالمسلح إن شاء الله إن شاء الله عرابك يعني شنو عراب؟ التأثر بمنه تأثرت صراحة هواية على مستوى خلي حشي لك اللاين مالي لا هو أنا هاي بصورة عامة من تجي تقول تسأل مسلم الرواعبي من متأثرة أقول لك شخصية معينة بمجالي عندي أقصد بمجال المحتوى يعني مو هواية لازم تقولي شخصية حتى أعرف أظم إذا أقول لك شخصية بس يعني يعني إحنا عدنا عمالقة حسين الجزائري علي هادي علي حماد المنصور محمد الحدى ذولي وما عدا اللي ما ذكرتهم طبعا كل منهم الاحترام